عملية جديدة تحطم خطط تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي في البحرين هي عملية استباقية للأمن البحريني اعتقل على إثرها عدد من الأشخاص على صلة بالتنظيم المهمة أسفرت أيضا على العثور على عبوات ناسفة وكميات من المواد شديدة الانفجار تم القبض على مجموعة من العناصر التي شكلت خلية إرهابية تتبع ما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي واتخذت من مبنى غير مأهول في منطقة الدير موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار والأدوات والأجهزة التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة بتقنيات مختلفة علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية بعناصر أو خلايا أرهابية أخرى يقول الأمن البحريني أن أفراد التنظيم شاركوا بالتخطيط والإعداد والتنفيذ لسلسلة هجمات إرهابية وقعت في الفترة الأخيرة واستهدفت رجال الأمن ومنها تفجير بالقرب من قرية أبو صيبع بتاريخ الرابع من فبراير 2017 وتفجير في السنابس بتاريخ الثالث عشر من فبراير 2017 استهداف موقع لقوات الأمن في سماهيج بقنبلة يدوية في تاريخ السابع من إبريل 2017 تشير السلطات إلى أن أعضاء التنظيم المقبوض عليهم منهم من صدر بحقهم أحكماً في قضية على صلة بالإرهاب ومنهم من تكرر سفره إلى إيران وسوريا ومنهم من تلقى تدريبات في العراق على يد ما يعرف بحزب الله العراقي يصنف تنظيم سرايا لاشتر على قائمة التنظيمات الإرهابية وهو تنظيم متطرف موال لإيران وقد عمل التنظيم على تأجيج الأمن في المملكة البحرين منذ تأسيسه عام 2012 ويتلقى أعضاء التنظيم تمويلاً سرياً من قبل طهران لزعزعة أمن واستقرار البحرين وتشير أصابع الاتهام للتنظيم بالقيام بالعديد من الأعمال الإرهابية وتسعى السلطات البحرينية للمحاصرة التنظيم والقضاء عليه إذ تأتي العمليات الأمنية الأخيرة في إطار استراتيجية الأمن البحريني التي تقوم على تنفيذ عمليات استباقية ضد أوكار الإرهابيين